يا زنادي فوق لنفسك واوزن كلامك يا جدعى انت ملك بياتها في فاشك ده ليه؟ مش قافش انا بس بفهمك انا مش هشيل شلتك واسيبك تبعزع في الفلوس لطفة بول مجرم الفلوس اللي بتتكلم عليها رفاعي ما انا بقسم الفلوس معاك اول باول يا جدعى ما يخصنيش الكلام ده زي ما غرستني في المصيبة دي لازم تخرجني منها لامة وعزة جلال الله هتربقها فوق دماغك كل واخريتي هي مش هتزور ما هما تتمنى اللي في الليلة دي بيخصك انت وابن لطفة ويماجد طب ايه دا كده بخلنيه الفرق سجرة تهديك بدل ما تقعطى هرفض بكلام انت مش هده انا ما هرفضش يا زنادي ياد ما تبقاش عبيه طمار انت مش بتقولي الرسالة ببعطالك منجر رقم هنعرف اللي بعتها منيه ماليش فيني تشوف لك حل في المصيبة اللي جرجرتني فيها دي واما وحزة جلال الله هتزعل انت ولي وراك طب افرد يا بيه خدوا الرقم ومشوا وراه زي ما ساعتك عملت قبل كده ما وساعتها يعرفوا مكاننا ونروح في دهدي متخافش يا برايين الشريحة اللي فريدة جايبها مش بيزهرها رقم بعدين زلاتي واللي معا مش واصلين اهو بوشركات التليفون احنا ربنا كرمنا فريدة لو لا مجناش عارفنا نعمل حاجة لا لا اكرمها ست فريدة دي بنت حلال كرمتنا اخر كرم والله كنا عايشين في نغنها وعز عندها ده الحيطان يمدها نقصر ابيك بدل الزريبة اللي احنا ترمينا فيها دي بس بس برضو ابي انا مش فهم يعني الرسالة دي هتعمل دي بقى تعمل كتير ابراهيم الناس دي طول ما هم مع بعض ايد واحدة مش طرق فناعمل معهم حاجة لازم يتفرقوا وارفعنا عارفه كويس لو خاف يبقى احنا قطعنا نص المشوان ايو ابي بس هم مش هيسابوه يعني هيفضلوا وراه برضو مش هيسابوه ويرضوا بقرشين يعملوا مع اي حاجة وانا كمان مش هيسابوه انا كل شوية يقعد ابعطوا رسالة انا احمل قابليها لحد ما يفارفر واجيب اخره وساعتها اعرف اضربه يمتل والله انه اقول عليك مش مباحث وبس ده انت مباحث وعصابة كمان يعني انتي متأكدة يا فريدة انه دلوقتي في مكان امين والله يا طنت ما تقلاقي انا حودة طميني وقالي انهما في مكان ما يغترش البال اي حد يا حبيبي يا ابني واخرتها بقى في البهدلة والشحططة اللي هو فيها دي البهدلة والشحططة اي بس وانتي عارفة سليم ابنك كويس اوي جامد وقدها وقدود جامد من مرة بس من جوه اغلب من الغلب انت بقى تعرفيهوش يا فريدة زي حتة من قلبي وكايت فين الحنادي من زمان يا ماما انتي كنت بتذيله كل محاضرة والتانية كنت خايف عليها خايف علي من اسود الدنيا لكنه مكتوب علي اسود الدنيا لكنه مكتوب علي اسود الدنيا بس انتي معك حق انتي حتى فيك حني هتكفي الدنيا وما فيها وانا ماسكى المضائك كده مسليم اول واحد عارف كده او والله يا ماما انتي حتى طول عمري بغير علمني حدنة اللي انت بتهدني ماما انتي عليك حتة حدنة يا ماما ايه 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 وخمسة وخمسة مفيش حاجة جديدة فنا كله كلام منطقي انت عارف يا وليد ايه الغلطة الكبيرة اللي احنا عملناها اننا مجربناش نمشي ورا كلام سهيم الانصاري مع اني كنت متأكد انه كلام تافي هو ملوش اي قيمة مفيش عليه اي دليل ماش يا فندم راج بتقولها اوه كلام تافي و ملوش اي قيمة امشي ورا ليه وانا عندي كلام منطقي ونترتق لو في حاجة انت واضح انك مش فاهمها اي كلام في اي قضية مهما ان كان تافي هو ملوش ايمة ممكن نوصلك لحقيقة مش ممكن توصلها في العادي شاقم عليش يا فندم ده مكنش رأي ساعتك في الاول الاول كنت بتقولي القضية محلولة و مفيش اي مجال للتفكير غيرت رأي يا سيدي حاندك مانع لا يا فندم معديش مانع ولا حاجة بس انه فيش حاجة جدة تغير تفكير ساعتك الا بقى لو في حاجة جديدة انا معرفوش ايو فيه اشتحت وما تسألنيش عشان مش اقولك لانه من المصادر السرية والاول مرة حس والاقول ان احتمال ضعيف قوي الاسليم الانصاري ممكن يبقى موصلوا احتمال وضعيف ايو وحاجرة بامشي ورا الاحتمال الضعيف ده ما هديمشي ورا ازاي يا فندم نحط عينينا على اللي هو التهمهم لطفة ابو المد وحمد وابن لطفة ونشد ورفاعي وزنادي لا رفاعي شاهد في القضية لكن زناتي يلوش ضعب القضية تحت اسليم ما جابش سيرتو في التحيل بكرة اتعرف على فكرة بقى زناتي ورفاعي هم الخيط اللي ممكن يوصلنا للحقيقين عشان كده عايزك تعمل تقرير وافي عنهم هم الاتنين وتعطولي على المكتب فاقرب وقت ممكن تمام ساعدة حاضرة هم نشربها هو تاني نضربها باشا دانيتي يا اخوي اللي مقعدك كده انت ما نمتش لغاية دلواتي ولاي لا ما لمتش نعم انت صفا انا من ازاي بس يا اخوي واسيبة كنت عاد كده في اخوي اللي مش هيلك الهم كده مش انا اللي شايله يا صفاق الهم هو اللي ركبني مش عايز ينزل عامل زي القاتة فوق ده ملازمني من المروح ليه بس كده يا اخوي هو انت مش لسه ايلي من كم يوم انها الحمد لله فرجت وانها حتفتح لنا من واسعة كنت فاكر كده يا صفاق كنت فاكر الدنيا بعتتلي موضوع لطفة من مجدو ابنه ده عشان تصالحني على العمالة وفياته طول عمري بصو الظاهر انه طلعت عبيد عارف يا صفاق الدنيا دي لها ناس وناس وانا الظاهر كده مكتوب للدنيا تفضل مديانة دهراء طول عمري وحتى اليوم اللي تديني فيه وشها تجب خبيه ليه خانجر ودهراء تجب خبيه ليه خانجر ودهراء صليع النبي كده يا اخوي هو بس في ايه حصل لده كله عارف يا صفاق زمان لما كان جزوم يضربني كنت عدى صرخ وقول له حرم عليك هموت كان يقول لي موت يقول لي موت يقول لي موت يا اخي ورايحنا رياحنا من ناحسك انت اللي فاكر البيت هو انا ناحس صح يا صفاق هكونش فاقر وانا مش داريان فاقر يا اخوي انت سد الناس كلها هو انا شفته انا غر معيك هانا ايه بس يا صفاق بتتحكي على نفسك اللي بتتحكي علي هانا الا هتشوفي مع رجل محروم الخلفة سكوتها صفاق خلفتي يا اخوي وعيال اللي بتكلم عنهم دول وانا عندي في الدنيا دي كلها غيرك يا زنيتي وبعدين يعني اخو انا هاجيب عيال منك مني وانت عيال اهوه ولو جبت عيال هاجيب لهم صحة مني وانت مش هاييني الهم اصلي الله صفاق عارفة بيت انا الدنيا ما جبرتش بخاطر في حاجة غيرك انت وانا مليش حد في الدنيا دي كلها غيرك انت حبيبي مش هتقول لي بقى شايل الهم ليه عشان الدنيا اللي عايز انا افرحه ولا سايب انا افرح بالحاجة اللي خدتها بدراعي بس اعزت جلالة الله ما حاسكت وحاخد فرحاتي غزبا عنني انا الدنيا ولو حطير فرقام وحاخد فرحاتي موسيقى 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 هو أنت هتفضل تبعات له رسائل كده وخلاص يا بيت طالما جاي معاك ما تقوله بقى على اللي عندك عشان نخلص ما ينفعش يا براهيم أنا أفضل أكسر في عصابه حتة حتة عشان لما معرض عليه الحل يمسك فيه بإيده وإسنانه طب هو إيه اللي يخليه ما وافقش على الحل الطمع والجاشة بعد إحنا برضو مش عارفيني إنه حتى تاني يا زناتي ممكن يكون بيعمل معا إيه أنت عارف يا براهيم المباحث لما بتحب تخلي حد يعترف بتعمل فيه عارف يا بيه عارف يا دي حاجة مستخبية بيعلقوه وينفقوه ويفضلو يضربو فيه لحد ما يعترف باللي عمله واللي معملوش لا يا نص عد الغشيم اللي بيعمل كده إحنا بقى بنجيبه ونحطه في قده لوحده ونشغل جنبوه معنا فيه تقعد نقط في مياه لحد ما يتجنب أنا بقى هفضل مقمت في النقوة الرسالة لحد ما يروح خالص فاهمي؟ أهو ما بقاش قدام وغير تلقيح الكلام وشغل النسوار بزمتك درجلي خوف نام لأحمر أنا بأحمر صحيح لو مشيت وراك تاني يا زناتي وبقى إنها الرسالة دي فيها ايه جديد يعني أنا مش تاهي عنك من ده ساعة الجد هتبعني والبيع أبوك كمان خلصانة بقلة قصر بس يكون في معلومك يا صاحبي بقى البيع رايح جاي يا روح ما بعدك روح خلصانة علي وعلى أعدائي يا جديد عبطل عنفطة في الكلام بقى وكلام فارق بقى أبيعك إزاي جعش انت مو حد يعرف اللي حصل ولي شافه غيرك اللي روحك أنا بقولك انت يا بهيه يد انت أخويا ورا ليه أحد في الدنيا غيرك يا هبا إذناتي أنا مش تروح في دايا لوحدة ما حدش يروح في دايا غير سليم الأنصار هوك منه هربان اليوم من دول عمالي اتنططنا لزغفر وعلوس كل شوية مرة روح لحمادة تايسون الله يرحمه مرة يطلع لك في المحمون بس هو رحمد شرف أمه لدفع طمان دا كله جاي أنا قلتلك طالما بيهد عنينا خلاص هسيبه في حال لكن هيشتغلينا في الأزرق دا اللي بدعته وهو الجان على روحه بقى كم حسست انك ودريت داخلي يا بروح أومك طالما جبت سورة أمي بقى صفيت يا حمار يا دا ماقدر أعمل اللي مايعملوش وزير الدخلية ذات نفسه دا أنا الزناتي يا أبا ولا نسيه هتعمل له ايه يعني؟ ملكش فيه بقى انت كل اللي يخصك في الموضوع ان سليم الأنصار يلبس الأساور خلال أسبوع غير كده ملكش فيه يا با انت بس كل اللي عليك انت كل مايبعتلك السلام من دول عالمحمول تبلغني أول بقى أمين يا با؟ أمين يا با بخدودك دي؟ أهو دا اللح لخص يا زناتي عايز تقول قمر غير هاري كتير إنجز لما أغزى ساعة الباشة ساعتك عارف إننا ابن المنطقة وبعرف دبة النملة حتى قبل ما تحصل وليه في كل خرابة عفريكة وانت جاي هزيز لطولك في المكتب ومعطلني عشان تقول إنك جامد عارفنا سيدي إنك جامد العفو باشا مصر أنا بس عايز أقول ساعتك على حاجة قولي يا ابن إنجز لما أغزى باشا المنطقة بتفرط مننا ولو سيبنا الأمور تمشي على كده إسا يترى اللي بانناها في السنين اللي الفتاة هتروح مننا لا أظبط كلامك بقى وأقعد كده حكيلي إيه الموضوع؟ فستحى باشا مصر لما أغزى باشا يعني العالي الشمر اللي في المنطقة بيترتاشوا بكلام كده ما يصحش تسكت عليه كلام إيه دا؟ يعني ما أغزى يعني بيقولوا لما أغزى دا كلامهم مش كلامة باشا ولو سيبنا الأنصار يموت العائل الصغر في الإسم ما حدش قدر يهوب ناحيته ودخل المنطقة وهو هربان وقاتل حمادة تايسون وخرج سخصة ليه يعني ما أغزى كده باشا يعني بالمفتشر كده يعني لما أغزى دا كلامهم والله مش كلامة باشا يعني بيقولوا الإسم ما جابش ذكر غير سليم الأنصار بيعمل اللي هو عايز وهو هربان وهو هو الخير وانت جاي دلوقتي تسمعني كلماتين سمعتهم في قاعدة حشيش ولا هارت اللي بيقوا مواد من المبرشم في الشارع أما كلماتين قاع باشا بس لازم لهم رد سليم باشا ما رمك قرمتنا في القارض يا باشا وانت عايزنا نعمل ايه؟ بس كان الداخلية بجلالة قدرها لفة عليه شمالي ويمين مش عارفات جيبه وانا اللي هجيبه وانا اللي هجيبه نرفع تقرير يا باشا باللي بيحصل ده ونقولهم ان الامور لو فضلت ماشي على كده مش هنعرف نرفع عندنا في عينين اي عين بالشمال اللي في الشارع باشا انت فاكر يعني الداخلية معندهاش علم بالكلام ده؟ عندها علم يا باشا بس احنا برضو لازم نفكرها من قادم نساها واحنا من ناحيتنا لازم يكونينا رد على الارض يا باشا رد؟ اه يا باشا رد ننع ونمرة كبيرة كمان نرجع بيها يا بيتنا وتبقى سلتنا على كل لسانة باشا وشكلها ايه المرة دي بقى يا زميدي؟ لما قص عادتك يا باشا يعني عندي فكرة صغيرة كده لو عملناها هتبقى جوم وجوم كبير كبيره في المرس بتنجل زيابني تقول فيه ايه؟ في قعدة هتحصل في المنطقة هنا يا باشا التوجار سلاحة التوجار من المنطقة ومتضرب الأحمر ومنازلة السمانه من السعيد بيرتبوا البيعة كبيرة قوي القعدة تتحصلهم الجمعة بالليل في بيت حسنة ابو سنة تشارب حاجة يا زناتي عايزنا كده نخش بيت حسنة ابو سنة كده عادي مانتاش عارف ايه اللي حواليه بيت حسنة ابو سنة ده تبقى حرب يا ابني مهياش اي طالع عارف ساعتك عشان كده بقولي ساعتك إنه محتاجة ترتيب وشغلة عالي بس النمر زيها يا باشا هدرجع علينا هيبيتنا زي زمان وهدخلي كل واحد يحط لسانة بققه وكل قرد يلزم شجرته وبعدين لمواغزة يا باشا نمر زيها دي تنفرق مع ساعتك كتير ومش بيعيد بكرة الصبح نقول لساعتك يا سيادة العقيد اسمع من بوقك ربنا يا زناتي قول أمين يا باشا أمين يا أخويا الباشا ومصر حلوة ومتدلعة وفي مشيتها يا شخلاعة ياس غنن عالشيل والشقة ما تجيب أشيل عنك بقى كترخرك يا ظلفة أصلبتلك يا أخويا الأول عبديني يا بيتة أنا عايز أشيل عنك اسمعي مئلني بدل الشلوة لحط اللي هد نفسك ده يا بيت بيتة نمت بيتك يا أخويا المساعد ربنا ومالو مش يمكن ربنا بعثني ليكي عشان أشيل عنك ولو خايفة من الجميلة يعني إيه بيرو ديالي أول موصلك البيت إدي عملي شوية شاي وكيك حاكي ما أنا عايز الكيك زي عناية يوصلك الوارفة يا بعيد بيت قيدة اللي عايز تشرب في شاي يا أخويا برشامك يا بتاع المخدرات ودينا لما ينزل أشرف لواريك شغلة لا أشرف لا أشرف لا والنبي أشرف مين أشرف مين ده زي ما أنا وقف عسكري في كمين يا بيت تسمع مني واسيبك من واضي الكحان دوا هكتب عليكي وبالحلال وأخليكي ست البنات اللي بيقى في دماغي ومفيش كلبة يستجري يبصلك في المنطقة دي هي كلها فيه يا زلطة؟ صوتك عالي ليه؟ جرايا معالي ما تحوص طبيك عني ولا أنت ما كفكش اللي عملتوه في أخوي هتدوره على حريمه كمان لا 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 فيه إيه يا قطة الله سنى ده وفنك علينا ليه بس؟ الواد ده مستقصدني في الرايحة والجاية يا تلمو أنت؟ يا تقولي أنا لمو مستقصد مين يا أمو مستقصد؟ دمك اللي مستقصد؟ عليش يا نونة متوكيل أنت على الله دلوقت روحك هو إيه اللي بتجلع على الله روحك معالي؟ تركبتها علاقة ومستقصدها تيمشي كده؟ انت تطول يا بقى تطول واحدة زي إيدي تركبك بس اللي زي إيدي بقى مش محتاجة الكلمتين البردين اللي أنت عملت يرميهم في المعاجزة في الرايحة والجاية لا تشغلة إيلي قد ما تفهموش هندي هعمل لها معلمة بيتها هتجنيني دي عليها جسمي يود الإسم عذورة زلطة بس أنت بقى الغشومية بتاعتك دي مش هتوصلك لحاجة سيب بقى معلمك يتاكتك ويزبط ويتصارك خلاص بقى يا نورة معلش؟ هو أنت مش بهدلتي وخليتي اللي ما يشتري يتفرج عليه طب وآخرتها إيه يا أبي؟ هيفضل يلقح جدته عليا في الرايحة وفي الجاية كده؟ تفتكري أنت لو إبراهيم كان موجود كان قدر يعمل معانا كده؟ إيه يا نورة ما تقلبش علي المواجع بقى يا بنتي هناللي فاهم كفيني المواجع؟ المواجع إيه بس؟ المواجع محوطنة من كل ناحية ده حتى أشرف أشرف اللي قلت هتسند عليه مش لقاها وراخر يعني يا رب هو أنا مكتوب الأفضل لوحدي كده؟ ده يرد مين؟ يرد مين ده؟ يرد مين قوليلي؟ بعدين يا صلاح حل إيه؟ مضوع سليمي الأنصاري ده بوخ قوي وبقى ده متقيل هو بايخ من الأول خالص وده متقيل يا فندم إيه اللي جد؟ ده جد جديد دلوقتي كل من هب ودب بيتمطط على أفاني يا صلاح أنا مش فاهم حاجة يا فندم جاينا تقارير بتقول إن استمرار هلوب سليمي الأنصاري حطت الحكومة كلها في مأزق طبعاً بتحمل فساد وبتدافع عنه وبعدين أعضاء من نواب المجلس رحوا قابلوا السيد الهزير كلموه كلمتين بايخيل بايصحش رزال وبعدين جايلي تقارير دلوقتي من اسم الأمرانية بعد اللي عمله سليم الأنصاري بقولك مش عارفين يسيطروا على الاسم داخل قاتل للوقت اللي اسمه تايسود وطلع محدش قدر يقرب منه ومش هو مين يا فندم اللي قال المسليم الأنصاري هو اللي تلتعيسون الله انت مش سمعت الود الشاهد اللي جابهو لك بس الموضوع يا فندم لسي في نيابة لما يخرج من نيابة نبقى نعرف بقى هو مودان ولا بريء ولا ايه بالزبط وهو اللي عمل كده ولا لأ انت ايه حكايتك صلاح؟ انا مش جايبك انا عشان نحل فوزير لا انا مش عارف على ايه همنين ولا منين ولا منين الجرايط والصحافة وسوشيال ميديا اللي فتح الهواء وعمالة بتاخد تليفونات بتاخد تليفونات وتسمع بقى ما تكره مرة يجيبوا ام الودي وتسمع تسمع كلام ما تطعوش مرة يجيبوا الود التاني ابن الرجل اللي هو شايل من سليم ما تعرفش مطلحيقها منين ولا منين ومعنون انت ايه حكايتك صلاح؟ الله انت اول واحد في مصر وكنت عاوز تقبض على سليم الانصاري ايه اللي جرالك فيه ايه؟ ما زلت مصر لنقبض على سليم الانصاري يا فندم بس انا اللي هتحفظ واحد بس ياريت الضغط اللي علينا ده مش هو اللي حركنا وهو ده لو ما حركناش ايه اللي هيحركنا؟ احنا احنا مشتين في الموضوع يا فندم وفيه شوية خطوط كده خطوط ايه يا صلاح؟ مفيش المخط واحد بس اسمه سليم الانصاري تيجبهولي من تحت الارض لو انت مش عادر يا صلاح سيب العضاية وامشي اشوف زعب التاني غيرك اتفضل افهوم يا فندم وهذا اسم سعد المشاهات انا وانت في اردن وانقدر نطلع منا لو حاطين قدنا في ادينا بعض سداني يا رفاق مافيش حدا يسعدها غيري سيداني يا رفاق مافيش حدا يسعدها غيري اشتركوا في القناة 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 طلقس يا رجالة خطة مفهومة كل واحد عرف دوره وطلع دي ما ينفعش فيه اي غلطة الغلطة هنا بفورة مش عايزين مصايب احنا مش طلعين كابسة على غرزة تجار سلاح بيت فيه سلاح للركب وطلقات زرز تركيز جاهزين يا رجالة؟ يلا تلكلوا على الله عربها باشا يلا طلقها باشا ما لك هاد يا ابنت اخر انك مخطوف لي كده؟ انت مش عايز لوني يبقى مخطوف في يوم زي ده وش الفقر ولا انت واخد ندرين بارك تركيبني الزحليقة هزا حلاقك يا رحمك عارف يا هاد يا رفاعة اكتر حاجة بحباها فيك ايه؟ ايه؟ خدودك يا مناي استنى يا هاتي لفونك عمل مكان ما سابر وليه عينة في البيه ومعايش رسيب خد بس سينجز ميس دين وهي هتتصل مش هتحباها على حسابي هاتي يا مناتن يلا دي مكالمة كيها تبقى خلصانة بسنكاحة خلصانة بعفانة يلا ايه؟ 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 مش هيبلغ البن ادم دا ما انا عايز يعيش في امان وخوفه على نفسه يخليه يعمل اي حاجة تتخيلها انا دلوقتي بحاول افاهم ان هو ممكن يبقى كبش فدل اللي حواليه وسعيتها مش هتطم لأي حد عشان هما دلوقتي بحاول افاهموا ان انا الخطر الوحيد اللي عليه وان لازم افاهموا ان انا الحاجة الوحيدة الامان في حياته فاهمت برايما؟ ربنا عينك بي ربنا عينك موسيقى 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 فرادنا ان دا اللي حصل تفتكر يا بير فاعي هيسوب شركاته ويسلم لك نفسه؟ الكلام دا لو سبته منه ان نفسه لكنها سويه على نرها دي واول ما يستوي هروح له واعرض عليه ان هو يساعدنا عشان يقدر يساعد نفسه ازاي بس يا بنتا مش بتقول دا شكاك وبيشك في صحاب ايدي؟ هيتطمنلك ازاي؟ الكلام دا يا ابراهيم لو انا رايح هقوله كلام فارغ بس نظبت شرطة بافة في القانون مش بيع بطاطا انا اعرض عليه عرض بفيش حد اقدمه له في حياته شاهدته في صفي قدامه بكفر غطيه اوه بقى يفوق يقدر معاهم يروح في الستين دا هي يجي معايا ويخسر خسارة صغيرة ويخلص بالتهديدهم طوله وخورا انت بتفتكر يا بير فاعي ما بيقولش لزناتي ع الرسالة اللي انت بتبعتها له؟ يمكن يكون في الاول قلب بس انا براهن على حاجة واحدة بس زناتي ما عندوش حاجة يطمن بيه ارفاعي قصاد كمية الرسال اللي انا ببعتها له ودلوقتي يا وبعدين رفاعي مش هليه حل تاني قدامه غير انه يبطل يحكي لزناتي على اللي بيحصل وبعد كده يدور على حل لنافسه وده الوقت المناسب اللي هظهر له فيه واتفق معاه خلي بالك انا عشرة رفاعي كويس وفاهمه كويس كده والنوع ده لما يخاف ممكن يعمل اي حال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة